تشجيعنا للبحث العلمي وزرع بذور الإبداع والتمييز افتتح المعرض العلمي بنسخته السادسة في صالة المعارض بكنيسة بيتئل من خلال التدريس عن الروبوتيكس وعن التحكم عن بعد وبنفس الوقت الحاجات الماسة اللي نحن بحياتنا اليومية بحاجة لألا الطلاب والجيل الصاعد الجيل المفكر العلماء الصغار والشباب هنن عب يقدوا وعب يلاقولنا حلول للمشاكل اللي نحن فيها عب يعطي أفكار علمية وخدمية وللمستقبل هاي كلياتها كتير مهمة أنه نحن نشوف طلابنا بهالفكر وعب يعطي أكيد بدعم معلمينهم بدعم مدارسهم هذا كله لأدام ممكن يسير يطلعوا علماء أو يأدمن كله اختراعات وأفكار كتير حلوة لأدام بمشاركة عدد من طلاب مدارس ومعاهد حلب الخاصة تم تغديم شرح حول المشاريع التي عرضت والتي تعمل على إيجاد حلول لكثير من المشاكل التي يتعرض لها المجتمع مشروع كيف البناء تتأثر لما الزلزال يصير فحسب نوع الأساسات الموجودة بكل بناء هناك مثل هذه البناء فيه يكون قوية بس أنه تتصدع شوي وممكن توقع وممكن تضل قوية فيه عندناه مثل المجسم الياباني يكون قوية ومضاد للزلازل فيه عندناه هون لامتصاص الصدمات وفتحتها في لسارات خاصة للزلازل شان تتوازن بسبب الزلازل صار مؤخرا في كتير ناس ضلوا ضحة الأنقاض ومحسنا نعرف عندنا بسبب شربة الزلازل للأنقاض فنحن صممنا هذا الروبوت بقادر على المشي ضحة الأنقاض واكتشاف الأشخاص ضحة الأنقاض بسبب غريق الزكاة للصناعي ورسال إيميل المقزين للقنوم من ينفع الأشخاص مشروع كيميا هي خدعة احتراق وراقة نقضية عنا وراقة نقضية نحن نطلعها من المي ونحطها عليها كحول ونشغل نار حنلاحظ احتراق النار ولكن بعدما تنتفى النار حنلاحظ أن الورقة بيث على حالة والسبب أنه ما أعمل حاجة عازل منع احتراق الورقة المعرض يستمر لثلاثة أيام ويستقبل الرغبين بالزيارة ويقدموا كل التسهيلات لنقل فكرة التطوير الصناعي للمدارس عامة معرضون يعكسوا قدرة الطلاب على توظيف التكنولوجيا والتطور المعرفي ولذناء الإخبارية السورية حلب شكرا للمشاهدة